السيدة الإمام المتابع لحديثك يشعر وكأن التغيير الذي تم بالإطاحة بالنظام الرئيس البشير وكانه فاجأ الجميع نعم وهذا هو ربما يعتبر السبب الأساسي في هذا التردد السياسي في البلاد الآن إذا كنت تتفق معي في الرأي نعم هو واضح أن المجلس العسكري يتحدث بلغة أنه مؤقت وينبغي أن يسلم السلطة المدنية إلى حكومة مدنية في الاتجاه إلى انتخابات عامة حرة ليقول الأمر للشعب هذا موقفه المبدئي من جانبنا نحن في المعارضة كانت هناك مفاهيم جامعة لنا وهي الإطاحة بالنظام الاستبدادي وتسليم السلطة في المرحلة الأولى لمرحلة انتقالية لحكومة مدنية ثم التحضير في النهاية لانتخابات عامة حرة ولكن هذا التصور لم يكن متفقا عليه بصورة محددة حتى الآن ولذلك هذا أدى إلى الطريق المسدود ترجمة نانسي قنقر